أكد السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن اهتمام مملكة البحرين الكبير بخدمات الأصول المشفرة والاستثمار في التكنولوجيا المالية هو اهتمام طويل الأمد جاء ذلك بمناسبة إعلان شركة باينانس المزود العالمي الرائد لخدمات التداول عبر تقنية البلوكتشين عن إطلاق منصة باينانس دوت بي اتش الجديدة والمرخصة بالكامل في البحرين وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن إطلاق هذه المنصة شاهد آخر على مكانة البحرين كمركز الرائد لخدمات الأصول المشفرة وابتكارات التكنولوجيا المالية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم وتمكن منصة باينانس دوت بي اتش المستخدمين من الوصول إلى مجموعة باينانس المتكاملة من المنتجات والخدمات مثل الإيداعات والسحوبات المباشرة بالعملات المحلية ويمكن للعملاء الجدد التسجيل في المنصة التي تم ترخيصها حديثا للوصول المباشر إلى مجموعة من المنتجات والخدمات ومن جانبه قال السيد ريتشارد تينغ الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط والشمال أفريقيا في باينانس إن مملكة البحرين رسخت مكانتها عالميا في تداول الأصول المشفرة معربا عن تطلعه بأن تساهم الشركة في تلبية طموحات المستخدمين في البحرين سعيا لتعزيز مكانتها الرائدة في الابتكارات المالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر